بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمة سنتمنى لتيشوف هذا الفيديو يكون بخير وعلى خير وصحة جيدة سنشكر الناس اللي تدعموا هذه القناة من بعيد ومن قريب سنقول لهم شكرا جزيلا ان شاء الله بحول الله وقوتي اليوم غدين نوضعوا واحد وصفة علاجية لمرض الشقيقة مرض الشقيقة هو ما عندوش علاج هو عندو تنكالميه وصافي تنهد تنهدعوه وصافي اما علاج الشقيقة المداومة على ادوية ديال خاصة بالحساسية او ادوية خاصة بالرأس بالنسبة لي انا يا كنت اندير هاد الوصفة وصالحة لمرض الشقيقة تتكالميه وتتحيد البرد اللي تيكون في الجبهة وتتتخفض من الحريق ديال اه شقيقة الناس اللي عندو شقيقة موزمينة الناس ديما عندو مديك شقيقة مشا في البرد تدرو مشا في الشمش تدرو مشا الحمام تدرو اه تقلق تدرو عندو اه اعراض هي عنده اعراض معينة تتشد اه تتشد واحد تتتحول اما في هاد جهة ديالرأس اليمين اما جهة اليسار مهم تتشد نبيل العينين هي ما عنداش علاج ولكن عندها اه تن تعايشوا معها ولكن الوقت دي تتشدنا خاصتنا نعطيوها اه علاج باش تتكالمه ومتعطينيش هادك الحريق اللي يخصو اللي تتفقدك الصواب ديالو اه تتشوفي خاصتك تدي عليك البيت يقول لي اضلام اه خاصتك تعيش اه تنعسيها في بيت مظلم وتتحسي بالراح هادك الساعة عشا تبغيش دومه تبغيش شعة اه الناس اللي عندهم مشقيقة خاصتهم يدوموا على مات البحر يستنشقوه بزاف الماء البحر يستنشقوه بزاف اليوم اجبت لكم واحد الوصفة علاجية روعة زوينة صالحة اللي مرض تشقيقة والناس اللي عندهم شقيقة بالتأكيد بالتأكيد انه رايكون عندهم ان شاء الله علاج فوري اه بنسبة لي انا غادي نعطيكم هاد الوصفة وغادي نعطي انضيف لكم ايات قرآنية اللي غادي بدو تقرأوها اللي لتخفيف اعراض المرض الشقيقة نحاولو ان شاء الله ناخدو خل تفاح خل التفاح اي خل تفاح او اه اللي ما عندكمش خل تفاح تنديرو اه كأس ماء دافي اه عدنا سكينجبير سكينجبير احنا سكينجبير مطحون الزنجبيل مطحون الزنجبيل مطحون ها هو عدنا كأس الماء اللي غادي نقرأو عليه ماء القرآن عدنا قليل من سكينجبير اللي غادي نقول لكم ايش نو غادي ديرو به هاد سكينجبير ايش غادي ندير به غادي نضيف ليه ربعات المعاليق ديال الماء اه ماءة الخل تفاح ربعات المعاليق وغادي نديروه في الجبهة ديالي الوقت اللي نتشدني الحريق ديال الحريق ديال الشقيقة تنحطوه على الجبهة ديالي وتن انا عا نوريكم اه ناخد هاد سكينجبير غادي نخلطوه وانديروه بحل شكل ديال حناء انحطوه غادي مع الخل تفاح نديرو هنديرو في اه بحل بحل هادية الجبهة ديالي هادية الجبهة ديالي هادية الجبهة ديالي عادي نحاول نديرها نحطها على الجبهة ديالي من يكون مرض مزمئ يكون نشدك الشقيقة بواحد طريقة ما قادراش تحلي عينيك هنحطه هكا على الجبهة ديالي هاكا نديرها هاكا وكاللي تيديرها تفر رأس ديالي وكان عنده حريق صعيب ما قادرش تحلي عينيك هنحطها على الجبهة دياليك هنخليها عشر دقائق أو خمستاشر دقيقة ونحيدها هادي تحسي في البلاسة بأنه فاتك الحال هادي الجبهة ديالي هنحطها هاكا وندير شي مين ديال على رأسي ندير مين ديال ونخليها تتمصلي لكل حريق اللي عندي في الجبهة ديالي اللي مسببها ليا الشقيقة ايضا هنحاول ان شاء الله نديرها خلتفاح ناخد الكمية اللي بغيسي ونحن نخلط بها ماء تفاح خلتفاح او خلتفاح هادي 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 سكينجبير هادي نحط شوية في الأنف ديالي اليمنى أو اليسرى هادي ها نستنشقو نستنشقو باش يفوتني الراس في البلاسة يفوتني اه حريق الراس في البلاسة شقيقة بخصة نشقيقة خصة نشقيقة اه في البلاسة بتتحيد الناس اللي عندهم حرق مزمن ناخد هذا نديرو على الجبهة ديالي وهذا نستنشقو الماءة القرآن غادي نحن نعطيكم آيات فعال في طرد اه اه في طرد اه الحريق ديال ديال في هادي الماءة القرآن غادي ان شاء الله غادي تقرأ عليه آيات قرآنية وغادي تشربوه الوقت ليكون فيكم الحريق هتقرأوا الفاتحة ثلاث مرات و هتقرأوا آية من سورة الحشر الآية واحد وعشرين لسبعات المرات سبعات المرات و تقرأوا الفاتحة ثلاث المرات و تقرأوا هاد الآية من سورة الحشر للآية واحد وعشرين تحاولوا انكم تقرأوها و تنفسوا على الماء و تشربوا نحاولوا لابغينا شقيق نحيدوها نحيدوها من هنا من هاد البلاسة من هاد البلاسة تنوركوا على هاد البلاسة هاد البلاسة و نوركوا نحاولوا اننا نضغطوا على البلاسة اللي طالعة و تتحسوا بها انها فيها بحل كويرة تتقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله بسم الله بسم الله و انتو ماذا تضغطوا هنا ستحاولوا انكم بحالة تطلعوا الشقيقة عندها كان واحد العرق ديالة هنا هانت بحالك هنا هنا تتبقى ممركين تتقرأوا بسم الله بسم الله 11 مرة 11 مرة و انتم ممركين هنا يا هادو هم العلامات اللي تنحيدوا بيوم الشقيقة لان هاد الشقيقة قاعد الناس فيهم و كل شي تتعالجوا منها لان ما عنداش علاج ولكن هادو وصفات طبيعية وصفات قرآنية باش تساعدوا ريوسكم على على العلاج اذا بحول الله و قوته تنتمنى لكم ان شاء الله الشفاء العاجل و ان شاء الله غا تكونوا بخير و على خير و تنتمنى هادو الوصفات عجبكم و هي وصفة مجربة اه ان شاء الله غا تديروها و غا تتفكروني يلا بحول الله و قوته تنتمنى لكم حد سعيد تنتمنى لكم الخير والسعادة حاولوا تدعم القناة وتفعلوا الجرس وتابنوا ان شاء الله بحول الله و قوته السلام عليكم و رحمة الله و بركاته اشتركوا في القناة